اشتركوا في القناة 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 فلفل مقطعه مربعه صغيره ممكن اضع الفلفل الوان ممكن اضع الشامبينيون اضع نصف الفلفل صغيره اختياريه ايضا اضع المردق الحروضيه اضع البصلام شلده كبيره كيف ما تيبه لكم ونبدأ نضع التوابير تم اضعك ملحة، ملحة، سكينشبر، ملحة كامور ومعلقة صغيرة ثم نضع ملحة كل مضاق بها وسوف نضع تعطيه للمسخة ملحة المسخة موفرة ممكن ان اضع اي خفضات يمكنك اضع المسخة سوف نضيف الوصفة اقصى الاقصى درجة يعني باش كونش يديرها اللي عندو لي ما عندوش اقدر يديرها كزيل ضانو بجوج ديال دراهم ما غاديش يغلب حتى واحد غادي نزيدو عليها ومتفو العفية بعد غادي ندزول هاد الطريقة ديال الدنجال كتجي زوينة بزاف صدقوني كتجي لديدة بزاف ممكن تحيدو اللي تنشدو هاد الدنجال بلديدة بادية وكيتو ممكن تحيدو ذاك الراص دياله ولا تخليو انا عطتكم على جوج ديال الطرق وغادي تقطعو بحركة كيجي بحل وريضات الدنجال مشرمل ديرو مع الحوت مع الترطية مع اي طبق بريته كيجي فعلا رائع بزاف غادي نحتاجو الشرمولة ديالو غادي ناخدو شوية ديال قصبورة مع دنس يعني شوية يكون كتير مع القا كبيرة ديال مطيجات الحك وثلاثة ديال الدوس ديال التومة والاربعة انا بنسبالي استعملت ستاديلت نجالة صغيرين كيف ما غادي باليكون بنسبال التوابل غادي نديو شوية ديال ملحة والكامون تكون شي يجاد شمع القا صغيرة ووحد نص فلفل حارة باش تعطي هادات يبغي شوية ديال الحرور شوية ديال التحميره والسودانيان بابا حدوك يجي حار ما حدوك يجي بنين بزاف صدقوني وغادي نديرو واحد نص تقريبا والارباح حامضة غادي نشدو ديال بابا ديالو نقطعوها معا باش يجي حامضو زوين ولا نديو طف ديال المصير الزيت البلدية هي باش غادي نطيبو باش تيجي ألد فعلا كي يجي زوين وغادي نزيدو واحد شوية ديال الماء باش نشرملو مزيان هذا كنت تنجال إلا كان عندكم الوقت خليو تقريبا شين الساعة ومشرمل على طيبو ما حدوه مشرمل ما حدوه ما كيجي بنين كاتشرملو وغادي تشرمو لازع مزيان جربوه بعض الطريقة وبالخصوص إلا خليتو معا دكرويسات ديالو كيجي بنين والمنظر ديالو كيجي واعر يعني كتخرجوا على المعتاد زعلوك ولا يعني الدنجال كان نحيرو بيه ثم ممكن تخصوصا عن خليل ولملحانة نأخذ واحد معلقة صغيرة ساني دو كندد العلام الفوق ولا شوية القرفة تجيب بنينة بزاف صدقوني واخذيك البساطة ديالها هي الي كتجيبها بنينة غير جربة وباتطريقة غدي تعجبكم ان شاء الله وجبة ديال غداكة توجد فنسا عيني فيها جوش لا يدول والطبق رئيسي هاد يدولوا صايبو لا ربا غير غادي اه ترتيه ديالنا غادي ناخذه هنا بيض بنسبى لي انا اخذت اربعة ديال البيضات مع كيلو ك branch mittata كيف قلت لكم غادي ندول مع واحد جوج ديال الفرماجات هادو اختاريين كيف ما ممكن ديال الفرماج الحمر ، ولا موت زریلا غادي ندول شوية ديال الملحات ، شوية ديال الكامون وشوية ديال الزعتر هادو الملكوينات اللي غادي نستعملوا ممكن دول شوية ديال قصبر ومعد نوس ولا تحمر عليه اللي بيجرت جيكم حمرة نحرك كل شي مزيان هذا الفرماج حتي يدو بلينا فصل البيض مزيان هنا يكون عني قلينا بطاطا مجدين هاو مجدين الحشو وديات الدجاج اه الى ما كانش كيعش بكم الدجاج ممكن دول كفتا ولا طون ولا دولها ايب الخضار تحكم على واحد القريعة ولا خيزه الى كانوا وليدتكم ما كي يكونش لكم الخضار ممكن تعدي فكرة اذا انا حاولت ان نبقى تنجال لكم نصف الاصفة لا تنسوا ش تنجال دباوة يعني كاتقل سوب الموس كتلقى طيب يعني كاتبقوا كتخليو حتياتي تشحر وكاتبقى ديك اللاصص دياله مع الكوزوينة كاتجيخات راما تخيلوش لما داق ديالك يتيجي اشتركوا في القناة موسيقى لنبقى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تدهنها سوف نضيف الطبقة الأولى كبطاطا ممكن لكم فرمج صندويش نضيفه في هذه الطبقة باش يجيكم معلكة أكثر انا بريد نبسط لكم الوصفة و نضيف الحشوة و نضيف الحشوة باش يجي حمرة يعني يجيك البيض مع الحمر يعطيه من الزوين باش يجي الحشوة من الداخل و نضيف الطبقات الثانية البطاطا انا سوف نضيف one مهيلة يطيب من التحت و نقلبوه على الطريقة عادية جدا كل شي كي يقلبوه في الطب الصل ويعاود يضيف التحمور